رد الإسرائيليون بغضب على الرسالة الأمريكية السرية الموجهة إلى القيادة الإيرانية وتبلغ فيها الولايات المتحدة طهران أنها لن تشارك في ضربة إسرائيلية ضد المنشآت النووية وتطلب بالمقابل ألا تقصف إيران القواعدة الأمريكية العسكرية في الخليج هذا الموقف الأمريكي عمق الخلافات بين البلدين فيما واجهه نواب من حزب الليكوت بتشكيل كتلة داعمة لموقف رئيس الحكومة في توجيه ضربة عسكرية إذا كانت أمريكا معنية بوضع حد للنووي الإيراني كان يجب أن تبعث برسالة مختلفة تحدد فيها خطا أحمر قبل توجيه الضربة وهذه الرسالة لم تصل بعد وعلى رغم مواصلة القيادة العسكرية استعراض قدراتها في مواجهة مختلف السيناريوهات المتوقعة من ضربة على إيران بقي الصوت الأعلى في هذه القيادة محذرا من أبعاد الضربة العسكرية ورأى في الموقف الأمريكي محاولة للضغط على إسرائيل للتراجع عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد حظي هذا الموقف بدعم الرئيس شيمون بيريز الذي دعا إلى عدم إثارة الهلع تجاه الملف النووي الإيراني الشرق الأوسط عاصف بالتهديدات القريبة والبعيدة وقد سبق ووجهنا وضعا كهذا صحيح أنه يجب عدم الاستهتار بها ولكن يجب أيضا عدم إثارة الهلع منها التزام واشنطن بعدم دعم ضربة عسكرية ضد إيران تزامن مع القرار الأمريكي بتقليص عدد الجنود المشاركين في المناورة الكبرى مع الجيش الإسرائيلي المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل وبدل خمسة ألاف جندي كان مقررا وصولهم إلى إسرائيل تكتفي واشنطن بإرسال ألف ومائتي جندي ولن تصل الطواقم التي كانت ستشرف على تفعيل منظومات الباتريوت المضادة للسواريخ فيما تقلص عدد السفن الأمريكية التي ستحمل منظومات اعتراض السواريخ الباليستية إلى سفينة واحدة فقط لم يعد هناك شك في أن الخلافات الإسرائيلية الأمريكية ارتفعت إلى درجة جديدة مع يضاعف القلق الإسرائيلي من خطر تفاقمها بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة ودخول إسرائيل إلى مأزق خطر أماليش حادي من مدينة حيفا